بين التأجيل الفرنسي والإلغاء الروسي طارت زيارة فلاديمير بوتين إلى باريس والسبب البارز هو الخلاف حول المسألة السورية باريس بدأت بإعلان تأجيل زيارة بوتين بعد إصرار الإلزية على اقتصار اللقاء بين الرئيسين على بحث الملف السوري الرئيس الفرنسي فرانسواء أولند أعلن استعداده لقاء بوتين في أي وقت مشترطا مناقشة موضوع السلام في سوريا بوتين أعاد الكرة إلى أولند ودعاه إلى اختيار الزمان المناسب للقاء بحسب ناطق باسم الكريملين إلغاء الزيارة الروسية إلى باريس مؤشر على تدهور العلاقات بين موسكو والغرب بعد النقد الروسي لمشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بالتزامن مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي أعلن إلغاء زيارة إلى موسكو بالسبب ما سماه قيودا غير مقمولة وضعتها السلطات المفوض الأوروبي نيلس مويزينيكس أشار إلى أن موسكو أرادت تحديد مدة زيارته بيومين فقط منهما يوم عمل واحد الخلاف الأوروبي الروسي وصل إلى بريطانيا مع اتهام أحد المشرعين البرلمانيين موسكو باستهداف المدنيين في سوريا كما استهدفت النازية المدنيين في القرن الماضي أندرو ميتشيل عضو البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء تيريزا مي اتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في سوريا عمر حرقوس العربية